سلام يا بونا أنا بنتك من الصعيد عندي 17 سنة مشكلتي يا بونا إن بابا شخص متصلت عاوز كلمته تمشي وبس حتى في النقاش ما بيسمعنيش مع إنه لو سمعني هتتحل المشكلة أنا حرفيا اتخنقت من الوضع ده هو بيعمل بالخارج وأنا بقيت بختصر الكلام معاه وهو ملاحظ كده ودي مضيقاه بس أنا أول ما بكلمه بيخلق أي مشكلة للخناء طيب نعمل إيه؟ أنا هقولك حاجة إحنا دلوقتي عندنا ميديا وعندنا حاجة اسمها واتس أب ابعتي رسالة حلوة قوي لبابا بتقوله قد إيه أنت وحشني وقد إيه أنت قب كويس ونفسي أفتح قلبي معاك بس أنت يا بابا ما عاوطينيش إنك تسمعني نفسي تسمعني حتى لو أنا غلط وعشان لما بنتكلم مع بعض بالتليفون بنشد مع بعض ابقى اسمحلي هقولك وجهة نظري في رسالة على الواتس أب وما تردش يا بابا في يوميها رد تاني يوم أو تالت يوم بعد ما تكون كده شفت إيه الصح في كلامي وإيه الغلط في كلامي يبقى هنا فيه وسيلة للتواصل بس دي وسيلة مش مباشرة لأن بسبب طبعي بابا وبسبب طبعي أنا بنتصطدم مع بعض فما بنعرفش نتواصل بالكلام يبقى ممكن الواتس أب أو بعض الرسائل المكتوبة تحل شوية المشكلة ترجمة نانسي قنقر